السلام عليكم التفاعلات في المحاليل المائية التفاعلات في المحاليل المائية ثلاثة أنواع تفاعلات تتكون فيها رواسب صلبة وتفاعلات تتكون فيها الماء وتفاعلات تنطلق فيها الغازات جزيئات الماء هنا وهي المذيب لا تتفاعل مع المواد الموجودة في المحلول المائي والتفاعل يقتصر فقط على جزيئات المذاب ما هي الدلالات العملية على حدوث تفاعل كيميائي داخل المحلول المائي الأدلة هي إما أن يتكون راسب صلب قد يكون أبيض أو ملون أو يتكون الماء والماء هنا لا يمكن مشاهدته ولكن يمكن الإحساس بانطلاق حرارة داخل المحلول نتيجة تكون الماء أو أن تتصاعد الغازات فقاعات الغاز المتصاعدة دليل على حدوث التفاعل إذن تكون الراسب أو تكون الماء مع انطلاق حرارة أو تصاعد الغازات كيف يمكن أن نتوقع تكون الراسب من خلال صيغة المركب في المعادلة الكيميائية يعني لو أنا كتبت معادلة كيميائية لمواد تتفاعل داخل محلول مائي ووجدت أن أحد المواد الناتجة كان ملح من الأملاح مثل كلوريد الصوديوم أو مثلا كلوريد الباريوم كيف أستطيع أن أعرف أن هذه الأملاح المتكونة هي عبارة عن AQ أي محلول مائي وتكون ذائبة في الماء أو هي عبارة عن S يعني solid يعني مادة صلبة وتكون عبارة عن راسب كيف أستطيع إذن من خلال كتابة صيغة هذا المركب أن أتوقع هل هو ذائب في الماء محلول مائي أو يكون عبارة عن راسب يمكن لك أن تتوقع من خلال مجموعة من القواعد يسموها قواعد الذوبانية وهذه هي أهمها القاعدة الأولى مثلا أيونات المجموعة الأولى زائد أيون الأمونيوم أيونات المجموعة الأولى مثل أيون الليتيوم والصوديوم والبوتاسيوم والريبيديوم والسيزيوم هذه لو وجدت عندي في صيغة مركب إذن هو ذائب في الماء ولا يوجد استثناءات فمثلا هنا في الحالة اللي ذكرناها كلوريد الصوديوم مثلا بما أن الصوديوم هنا أيون في المجموعة الأولى فيكون كلوريد الصوديوم ذائبا في الماء عندما يتكون كنتيجة في التفاعل قاعدة ثانية أيونات الهاليدات أملاح الهاليدات اللي هي كلوريدات والبروميدات واليوديدات هذه تكون ذائبة في الماء إلا لو أتت مع أيونات النحاس الأحادي أو أيونات الفضة أو الزئبق أو الرصاص وبنفس الطريقة للقواعد التالية كما يمكن لكم أن تشاهدوها لدينا تدريب أكتب المعادلة الكيميائية الرمزية الموزونة والأيونية الكاملة والأيونية المختصرة أي النهائية لتفاعل محلول حمض الهيدروكلوريك مع محلول الهيدروكسيد الكالسيو كيف نستطيع حل هذا التدريب أولا نكتب المعادلة الكيميائية الرمزية إذن هنا في الأول نكتب المعادلة الرمزية ثم بعدها نكتب الأيونية والأيونية النهائية المعادلة الرمزية هنا حمض الهيدروكلوريك هو عبارة عن محلول مائي فأكتب اله سي ال كمحلول مائي زائد محلول هيدروكسيد الكالسيوم إذن سي اي او اتش الكل اثنين لماذا كتبت بهذه الطريقة؟ لأنه في كتابة صيغة المركبات الأيونية الكالسيوم هنا نكتبه إلى اليسار لأنه تكافؤ بالموجب وهو موجب اثنين وأيون الهيدروكسيد او اتش يكتب إلى اليمين وتكافؤ المجموعة الواحدة عبارة عن سالب واحد نبدل التكافؤات فكل واحد يأخذ تكافؤ الثاني فالكالسيوم هنا يأخذ تكافؤ الهيدروكسيد بواحد والواحد هنا لا يكتب والهيدروكسيد يأخذ تكافؤ الكالسيوم باثنين فنكتب اثنين والاثنين هنا يجب أن تكتب خارج القوس يعني نضع قوسين ونكتب اثنين لماذا؟ لأن أيون الهيدروكسيد او اتش الاثنين هنا الموضوعة هي نقصد أنها للاتش ولل او ومن الخطأ أن نكتبها بهذه الطريقة لا نكتب او تو اتش تو خطأ أيون الهيدروكسيد يكتب داخل قوسين ثم نضع إلى اليمين اثنين وهذا يعني أنه عندي مجموعتين من الهيدروكسيد نكمل المعادلة إلى اليمين لإكمال هذه المعادلة البعيد مع البعيد والقريب مع القريب يعني لاحظوا الهيدروكسيد مع الهيدروكسيد والكلور مع الكالسيوم الهيدروكسيد مع الهيدروكسيد يعطيني الماء اتش تو او والكلور مع الكالسيوم يعطيني كلوريد الكالسيوم أيضا لماذا كتبنا بهذه الطريقة الكالسيوم تكافه ثنائي والكلور تكافه حادي نبدل التكافؤات فالكالسيوم يصبح واحد والكلوريد يصبح ايونين اثنين نكتب الآن الحالات الفيزيائية لهذه المواد المادة الأولى عبارة عن محلول مائي والمادة الثانية أيضا عبارة عن محلول مائي كما ذكر لي ذلك في السؤال المادة الناتجة كالوريد الكالسيوم هي عبارة عن محلول مائي لماذا لا تكون عبارة عن راسب لماذا لا تكون عبارة عن مادة صلبة بالرجوع إلى قواعد الذوبانية اللي مرت علينا في الشريحة السابقة نجد أن أيونات الكلوريد تكون عبارة عن أيونات ذائبة في الماء ولا يوجد استثناء إلا مع بعض الحالات والكالسيوم ليس من ضمنها إذن هنا كلوريد الكالسيوم بالرجوع إلى قواعد الذوبانية هو عبارة عن محلول مائي الماء هنا عبارة عن مادة سائلة نقية نأتي الآن إلى وزن المعادلة الهيدروجين هنا 2 و 1 و 3 والهيدروجين في اليمين 2 فلكي أوزن المعادلة نجعل عدد درات الهيدروجين زوجية في الطرفين فأضرب المعامل هنا في 2 فيصبح 2 هيدروجين و 2 هيدروجين 4 هيدروجينات في اليسار وهنا أضرب معامل الماء في 2 فيصبح 2 في 2 4 هيدروجين في اليمين فتصبح المعادلة موزونة بالكامل 2 هيدروجين و 2 4 وهنا 2 في 2 ب 4 الأكسجين هنا 2 والأكسجين هنا 2 الكلوريد هنا 2 والكلور هنا أيضا 2 الكالسيوم هنا 1 والكالسيوم 1 نأتي الآن إلى المطلوب الثاني وهو كتابة المعادلة الأيونية الكاملة إذن هنا المعادلة الأيونية الكاملة الأيونية الكاملة هنا نحتاج أن نفكك المحاليل المائية فقط المحاليل المائية هي التي تتفكك إذن المواد في حالة AQ في حالة محلول ماء هي التي يحدث لها تفكك فتعطي أيونات موجبة وسالبة أما المواد في حالة صلبة وفي حالة غازية وفي حالة سائلة نقية فهذه لا يحدث لها تفكك إذن هذه المواد لا تتفكك إلى أيونات الذي يتفكك إلى أيونات هو فقط المادة في حالة محلول نكمل الـ HCL هنا إذن يتفكك إلى H موجب وCL سالب اللي في اليسار موجب واللي في اليمين سالب لاحظوا 2HCL ما معناها معناها أنه عندي أنا HCL زائد HCL مرتين جزئين HCL وبالتالي يحتويان على 2 هيدروجين موجب و2 كلورايد سالب إذن 2H موجب و2CL سالب أكمل التفكيك زائد هيدروكسيد الكالسيوم يتفكك إلى أيون كالسيوم CA موجب 2 زائد أيونين هيدروكسيد OH سالب وإلى لأسار أضع 2 لكن لو أنا كتبت OH بهذه الطريقة الكل 2 إلى اليمين أو كتبت O2H2 بهذه الطريقة خطأ وإنما الهيدروكسيد يكتب OH سالب وإلى اليسار نضع عدد الأيونات وليس إلى اليمين نكمل الآن ساهم إلى اليمين الكالسيوم عندما يتفكك أيون موجب 2 زائد الكلور هنا عندما يتفكك يعطي أيونات كلوريد CL سالب وعد الأيونات 2 وتكتب إلى اليسار تكتب إلى اليسار ومن الخطأ أن أكتب بهذه الطريقة لو أكتبت CL2 بهذه الطريقة إذن أنا أعني غاز وهو عبارة هنا عن أيونات وليس غاز من عمسح هذه أكبل زائد الماء هنا سائل نقي إذن ينزل بدون تفكك 2H2O أكتب حالات المواد الآن كل الأيونات عبارة عن محالي المائية AQ هنا أيضا AQ AQ من AQS يعني محلول مائي إذن كل الأيونات التي تفككت هنا في المحلول المائي نكتب إلى اليمين AQ أي محلول وهنا الماء لم يتفكك لأنه L-Small Liquid سائل نقي انتهينا الآن من المعادلة الأيونية الكاملة ولا تلاحظوا هي أصلا معادلة موزونة هنا علامة سائد هي أصلا معادلة موزونة لماذا؟ لأنها مأخوذة من معادلة رمزية موزونة وبالتالي هي أصلا معادلة موزونة في الأخير نكتب المعادلة الأيونية النهائية أي المقتصرة إذن هنا الأيونية النهائية في المعادلة الأيونية النهائية سأقوم في الأول بحذف الأيونات المتشابهة أو يسمونها المتفرجة يعني في اليسار لاحظوا عندي 2 سي أل سالب 2 كلورايد وفي اليمين أيضا 2 كلورايد فتختصر كأنها معادلة رياضية وعندي 2 إكس و2 إكس فأختصر المتشابهات في الطرفين لاحظوا هنا أيون الكالسيوم واحد أيون في اليسار وهنا أيضا أيون واحد في اليمين يختصر الاثنين لاحظوا أن هذه الأيونات دخلت وخرجت من التفاعل دون أن تتفاعل لذلك يسمونها أيونات متفرجة طيب ما الذي تبقى لنا تبقى لنا الآن 2 إتش موجب و2 أو إتش سالب و2 ما إذن تنزل كما هي في المعادلة المختصرة النهائية إذن 2 إتش موجب زائد 2 أو إتش سالب يعطي 2 ماء أكتب الحالات طبعا هذه حالة محلول مائي لأنها أيونات وهذه محلول مائي والماء هو عبارة عن سائل نقي الآن لاحظوا أن هذه المعادلة يمكن أن تختصر هذه المعادلة 2 و2 و2 يمكن قسمة المعادلة كاملة على 2 واختصارها اختصار المعاملات فتصبح بشكل مختصر إتش موجب زائد أو إتش سالب يعطي إتش 2 أو إذن اختصرنا 2 قسمنا المعادلة كاملة على 2 نكتب الآن حالات المواد كما سبق هذه محلول وهنا ايكيو محلول وهنا ليكويد سائل نقي شكرا لكم وأطيب الدعوات بالتوفيق